تواصل الدولة جهودها في تخفيف العبء عن كهل المواطنين عن طريق افتتاح معارض أهل الرمضان بجميع المحافظات واشهدت محافظة الجيزة افتتاح معارضها الرئيسي لبايع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية إلى جانب الزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفضات انتصل إلى 30% استمراراً لجهود الدولة في تخفيف العبء عن كهل المواطنين تواصل الحكومة افتتاح معارض أهل المدارس بجميع المحافظات محافظة الجيزة شهدت افتتاح معارضها الرئيسي لبايع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية إلى جانب الزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة وذلك بتخفضات انتصل إلى 30% طبعاً احنا هنا بالنسبة للمعارض احنا بناخد الأرض من المحافظة بالمجان وبنقيم المعارض دوة لخدمة الناس ونجهز التجهزات دي كلها بتبع على حساب الغرفة التجارية وبندي الأماكن اللي موجودة للعارضين بالمجان عشان يقدروا ان هم يعملوا خصومات للمستهلك في إطار قصد دخول المدارس السنة دي بالمناسبة احنا مشتركين في 3 معارض أول معارض في أرض المعارض في مدينة نصر ثاني معارض هنا في فيصل ثالث معارض في إمبابا شرق القبضة داخلة في المعارض عن طريق سبع شركات احنا واحد منهم في شركة المخابة شرقة قاها وغيره سبع شركات بالزبط الحقيقة السنة دي احنا وزارة التموين عطيها دعم كبير جداً عشان توفر السلع الغذائية يعني هو معارض أهل المدارس بتاع أدوات مدرسية حاجات خاصة مدرسة بس السنة دي معالي الوزير قال نحن لازم نشترك بالسلع الغذائية إلى جانب المعارض الرئيسي بمنطقة فيصل سيتم افتتاح عدد من المعارض لأهل المدارس في مناطق ذات كثفات سكانية مرتفعة داخل محافظة الجيزة لضمان وصول المنتجات لأكبر عدد من المواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة احنا جاني هنا في أهل المدارس بنقدم عدود لمنتجاتنا اللي احنا بنصنعها منتجاتنا المصرية منتجاتنا المستوردة اللي احنا بنجمعها في مصر طبعاً عاملين خصمات كبيرة توصل من 30% ل40% عاملين تخفض كبير عاملين تشكيل كبير مدين فرصة ان احنا نعلض منتجات لكل الأعمال لكل المستويات اللي حسب أغبطه في الشيء أو في السعر هيجي لقيه عندنا فضل الله طبعاً وإحنا بنقدم أسعار أكيد كويسة جداً جداً احنا أصلاً تجار جملة في الفجالة ومستوردين في نفس الوقت بنحاول كل سنة أنا دي خامس سنة أنزل معهم هنا كغرفة بحاول على قد مقدر أن أنا أبيع جملة للمواطن أو للمستهلك نفسه معرض أهل المدارس يعد من أبرز المعارض التي تلبي احتياجات المواطنين من كافة المستلزمات المدرسية بجميع مراحل التعليم وكل ذلك في مكان واحد وبأسعار تنافسية تقل عن مثلاتها في الأسواق الخارجية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري اشتركوا في القناة